نظافة المدرسة اجتمعت بأصدقائي في ساحة المدرسة وأزعجنا منظرها فلا تكاد تضع رجلك في مكان إلا ومشيت على قطعة علك أو قشرة فاكهة فبدأنا نفكر في خطة تشجع زملاءنا على رمي الأوراق وفضلات الطعام في سلال المهملات فأخذ كل واحد منا يقدم اقتراحا سليم نكتب على لوحة إذم النفايات في السلة ونعلقها أمي نوزع السلالة في كل مكان جمال نرسم صورا مميزة تدعو إلى النظافة سليم جيد ثم نلصقها على السلالة وعلى لوحات الجدران ونشرك بقية التلاميذ في هذه العملية فنظافة مدرستنا تعنينا جميعا ويجب أن نغير كلنا سلوكاتنا السيئة بعد أشهر ظهرت نتائج جهودنا حيث انظم إلينا كثيرا من زملائنا وأصبح الجميع حالسين على جعل مدرستنا أجمل